السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم يا تامن يوم شاء الله نتحدث عن آخر درسين عندنا بالكتاب وهم انعكاس الصوت والرنين نحن بلش أول إشي بانعكاس الصوت هاي التجربة من التجارب السهلة اللي انت ممكن تعملها في البيت عشان تشوف شو يعني شدة الصوت أعلى شدة الصوت أقل عن طريق انك تجيب سطح صلب هذا السطح ممكن يكون زجاج أو ممكن يكون خشب وفيه طبعا مواد تانية نحن تكرها كمان شوي بس أنا على سبيل المثال وبدك تجيب كمان أنبوب بدك تحط عند طرفه اللي هو سيعة أو منبه وكمان طرف كمان أنبوب عشان تحط عنده على طرفه دانك تمام بس هدول الثلاث مكونات اللي بدنا إياهم هلا بعدين شو بدك تسوي بدك تحط الزجاج لوح الزجاج تحطه هون وتبلش تسمع رح تلاحظ أنك أنت رح تسمع صوت الدقات الساعة بشكل واضح ليش؟ لأنه الزجاج من المواد الملساء والمواد الملساء مواد تحكس الصوت وبالتالي بتكون شدة الصوت كبيرة لأنه قلنا المواد الملساء هي مواد تعمل على انعكاس الصوت أو تزيد من انعكاس الصوت أو تزيد من شدة انعكاس الصوت أما الخشب فهو من المواد الصلبة وهي المواد الصلبة الخشنة اللي بتعمل على امتصاص أو احتجاز الصوت داخلها فإذا أنا حطيت هون حطيت خشب رح ألاحظ إنه دقات الساعة اللي رح توصل لداني أخف من الصوت لما كان كنت حطي أنا لوح الزجاج وهذا الحكي اللي رح نحكيه تحت بالجدول نشرحه بالتفصيل وبين هذا الحكي بقدر أنا أتوصل لهدول الظاهرتين الصوتيتين وأقارن بيناتهم أنا في عندي انعكاس الصوت الانعكاس هو ارتداد يعني أجاك الصوت هيك بده ينعكس بده يرتد على دانك بده يرتد باتجاه دانك تمام فهذا بنسمي ارتداد بينما امتصاص الصوت يعني احتجاز الصوت يعني بيحتج الجزء من الصوت وبيعطيك الباقي هاد أول فرق بيناتهم تاني فرق بيناتهم إنه الانعكاس بتكون عندي المواد ملسأ كل مكانة المواد اللي أنا بستخدمها ملسأ بيكون انعكاس الصوت أوضح زي الزجاج والمعادن والسيراميك بينما امتصاص الصوت عشان أنا خلي يصير في عندي امتصاص للصوت واحتجاز للصوت بستخدم إما فلين خيش خشب سجاد اسفنج عشان تفهم الفكرة مظبوط هلا أنا هون في عندي هاد الزلمة قعد بيمشي وهذا نفس الإشي قعد بيمشي هلا اللي هون اللي نايم هون انزعج ليش لإنه الأرض اللي هون ملسأ وبالتالي بتعكس الصوت وبتكون شدة الصوت ايش أعلى وبالتالي رح ينزعج بينما اللي نايم هون ما رح ينزعج ليش لإنه هون قعد بيمشي على سجاد والسجاد هو من المواد التي تعمل على امتصاص الصوت فهو بيحجز جزء من الصوت عن اللي اللي موجود عندك في الطابق اللي تحت من الأمثلة كمان عليها هلا إذا بتلاحظوا بس اللي بتروح على الصالة على صلاة الأفراح بتلاحظ إنه بتكون الجدران محطوط عليها إما فلين إما مثلا سجاد إما بيكون خشب ليش لإنه هدول المواد بتمتص الصوت فبالتالي ما بيطلع الصوت لبر لو إنهم مش حطينهم كان رح يزعجوا الناس اللي بره موجودين بشكل كبير فهم عشان ما ينزعجوا بيحطوا في صلاة الأفراح واحد من هاي المواد اللي بتنتص الصوت عشان يخففوا من الإزعاج فإذن في المواد في إنعكاس الصوت بتكون شدة الصوت أعلى بينما بإمتصاص الصوت بظاهرة إمتصاص الصوت تكون شدة الصوت أقل لإمتصاص الصوت خلص ما رح نحكي عنه لنروح للإنعكاس من ظاهر الواضح للإنعكاس اللي هي ظاهرة الصدى شو يعني الصدى الصدى هو تكرار سماع الصوت نتيجة إنعكاسه عن حاجز على بعد 17 متر فأكثر طيب أنا إيش بستفيد من ظاهرة الصدى هل إني أنا بس أقعد أسرخ ويرجع لصوتي وأسمع من أول جديد لا فمن التطبيقات على ظاهرة الصدى قياس سرعة الصوت عشان أنا أقس سرعة الصوت شو بسوي هلا أنا هاي عندي هذا الجسم هذا الحاجز باجي أنا بطلق موجات صوتية تصطدم بالحاجز بعدين شو بيصير لإنعكاس بتنعكس وبترجع للمكان الأصلي هلا هم شو بيسووا بقيسوا الزمن اللي أخذته هاي الموجة لتروح وتصطدم بعدين ترجع لنقطة البداية ولم عن طريق هذا الإشي بيحسبوا سرعة الصوت فإذن هذا أول تطبيق ثاني تطبيق عندي اللي هو قياس عمق محيط باستخدام جهاز السونار إنه بيرسل موجة صوتية بعدين بيصطدم بحاجز بيرتد الهم وبالتالي بيقيسوا نفس المبدأ في قياس السرعة ونفس المبدأ في تحديد موقع طائرة بالنسبة لبرج المراقبة باستخدام موجات الرادار خلينا نأخذ مثال بيحكي لنا السؤال وليما أقل البعد هون المطلوب البعد اللي هو للمسافة فإذن هون المسافة مجهولة يمكن أن نعكس الموجات الصوتية في الهواء بحيث يمكن سماعها إذا كانت سرعة الصوت في الهواء 340 متر لكل ثاني إذن هون أنا عندي السرعة موجودة اللي هي 340 متر لكل ثاني علما بأن الأذن البشرية تحتاج إلى 1 بالعشرة ثانية للتمييز إذن هون أنا عندي الزمن 1 بالعشرة ثانية طيب هلأ أنا عندي هون المسافة اللي بدأ طلعها هلأ إما بتحل على الطريقة العادية لما كنا نأخذ وإنت تضرب تبادلي أو ممكن تستخدم هذا المثلث كتير منكم سألوني عنه ما في مشكلة هاي باجي بعمل هيك بقول أنا أصلا القانون عندي السرعة تساوي المسافة على الزمن باجي بقول السرعة هون بحطها السرعة وهون بحط المسافة لأنها بسط فبخليها فوق المسافة على الزمن الزمن أصلا بالمقام بحطه تحت تمام بعدين بدك تحط هون عندي على هذا الخط قسمة على هذا خط قسمة وبين السرعة والزمن إشارة الضرب فهون أنا بما إنه عندي المطلوب هو البعد اللي هي المسافة إذن هاي مجهولة طيب السرعة والزمن إيش البناتهم إيش الإشارة ضرب فباجي بقول السرعة ضرب الزمن فالدش عندي السرعة السرعة كانت 340 والزمن كان عندي واحد بالعشرة ثانية بضربهم في بعض وبتطلع معي 34 متر هو المسافة اللي بيخطعها الصوت ذهابا وإيابا لكن هون السؤال ما خلص لأنه طالب عندي ما أقل بعد لحاجز فبالتالي أنا هون شو بد أسوي بدي أعمل بعد لحاجز تساوي المسافة على 2 المسافة طلعت عندي 34 فبقسم 34 على 2 وتساوي 17 متر وهيك بنكون أنهينا الدرس الثاني وهي موجود عندكم تطوير المعرفة والتقوم والتأمل وهلأ بدنا نروح للدرس الثالث والأخير درتنا سهل وبسيط إن شاء الله وبداية رح أبلش فيه بتعريف الرنين الرنين هي الظاهرة التي يهتز بها الجسم بتأثير اهتزاز جسم آخر له يعني في عندي جسم بهتز لكن اهتزاز كان ليش لأنه تأثر بجسم تاني قعد بهتز أصلا طب أي جسم بهتز بروح يقلده لا لازم يكون التنين اللهم التردد نفسه لو جيت أنا بدي أعطيك هذا المثال أنا عندي هاي القرى هاي القرى قعدة بتتحرك هاي القرى قعدة بتتحرك وهاي القرى لها نفس التردد لهاي القرى كمان مرة هاي القرى لها نفس التردد طبع هاي القرى فلما التنين تاني كلهم نفس التردد ووحدة فيهم بتتحرك والتانية لا هاي بتأثر على هاي وبتخليها تتحرك فهاي بتصير تقلدها وتتحرك تمام هذا المقصود في الرنين لو جيت بدي أخذ تطبيق عملي إلها اللي هو تفتيت الحصة في الكلا خلينا نشوف كيف بيصير هاي الكلا هدول عندي الحصة اللي موجودة بالكلا تمام عشان أفتتهم إيش بسوي ببعت لهم موجات صوتية هاي الموجات الصوتية بيكون إلها تردد معين وهذا التردد تردد الموجات الصوتية انتبهي منيح يساوي تردد إيش حصة الكلا فهون التردد الأولاني تبع الموجات والتردد تبع حصة الكلا متساويات وإحنا حكينا قابل بشوي لما يكونوا اتنين متساويات الترددين فمعناته أنا هون عندي حصة الكلا بدأش دو يسير فيها الذرات تبعون الحصة بدوا يملش ويهتزوا واهتزازهم بيأدي إلى تفتت تفتت هاي الحصة وبالتالي بتنزل مع البول بتخلص الجسم من هاي الحصة عشان هيك هاي ظاهرة ترانين كتير مهمة لكن عشان تحدث إلى شرطين يكون أنا عندي المادتين لهم نفس التردد لهم نفس التردد و واحدة فيهم رح تصير تهتاز بناء على التانية تمام طبعا بناء علي برضو رح يكون نفس اشي مبدأ التقويم متأمل هاي موجود عندكم حلو هيك بنكون أنهينا درسنا و وحدتنا للفصل الدراسي الأول كل عام وانتوا بخير وان شاء الله بنلتقي على خير والسلام يا هدات بال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته